ولكن المخارج الصوتية الناس بتديها أهمية ولكنها أهميتها نسبية يعني إيه نسبية؟ مش أهم حاجة أما الأهم حاجة في كلام الطفل إيه؟ اللغة الإدراكية تبقى موجودة واللغة التعبيرية السرد القصصي المنتظم اللي هو الطفل اللي بيحكي حكاية شاف حاجة في التلفزيون يحكيها والدته قالت له حدو تتقابل النوم يحكيها طيب مخارج الحروف من إمتى بنبدأ نحاسب عليها؟ هو اختبارات الإدراك الصوتي بتبتدي من عمر خمس سنوات يعني خمسة وطالع ما بتبتديش قبل لكن أنا بس خايف الناس تسمع كلمة خمس سنوات يقولوا لا طب ما احنا نستنى بقى لا ما ينفعش أننا السؤال المخارج الصوتية والاختبارات الإدراك الصوتي من عمر خمسة فما طالع لكن قبل كده ما سيبوش متأخر في الكلام في الحصيلة في طول الجملة في أدوات الربط في السرد القصصي وامسك في المخارج الصوتية لأ المخارج الصوتية ما بتنطلبش بادري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر